إذن موضوعنا الرئيس لهذه الحلقة يتناول قضية أصحاب الشغل الشاغل لجيل الشباب هذه الأيام وهي فرص العمل فقد أشار مختصون إلى حاجة العالم العربي إلى 75 مليون فرصة عمل في العقد المقبل أي بمعدل 20 ألف وظيفة يوميا في منطقة تزداد فيها البطالة لسيما بين الشباب المزيد حول هذا الموضوع في سياق هذا التقرير تناولت حلقة نقاشية في دبي حول تحديات النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية واقع البطالة في العالم العربي حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.13% في 2012 و3.16% في عام 2013 في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية في أوروبا ونجحت الولايات المتحدة في تجنب السقوط في الهوية المالية وفي السياق ذاته أشار خبراء إلى أن نسبة النمو في العالم العربي تبدو جيدة منذ الوهلة الأولى لكننا عند قراءة ما خلف تلك الأرقام تتكشف تحديات كبيرة يجدر بالدول الالتفات لها مثل ارتفاع نسبة البطالة وأوضح آخرون أن الاقتصاد الريعي يعتمد جله على ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج لكن ما يجدر الالتفات نحوه هو ما يحدث للشق الآخر من اقتصادات تلك الدول غير النفطية والتي تقدر نسبة النمو فيها 5 إلى 6% فمشكلة الدول المصدرة للنفط لا تكمن بحساب نسبة النمو بل في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين في القطاع الخاص بدلا من توظيفهم عاما تلو العام في القطاع العام أما بالنسبة للدول التي طلتها رياح التغيير في العالم العربي فيرى اقتصاديون أوروبيون أن دول الربيع العربي ما زالت في طور الانتقال السياسي الذي يحتم عليها معالجة كثير من القضايا العالقة خاصة في تأثير تلك المرحلة على البيئة التجارية ومعالجة تبعات الأزمة على الاقتصاد المحلي والاستثمار الأجنبي والثقة في قدرات الحكومات الجديدة على تخطي تلك التحديات